مبارح سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية اتكلم عن مشروع قانون الأحوال الشخصية اللي ربما حتى الآن لم يصدر بشكل كامل ومرضي لجميع الأطراف الرئيس قال إن في حرص كبير جدا على خروج هذا القانون بشكل متوازن وبشكل موضوع الهدف من هذا القانون في النهاية هو حماية الأسرة وحماية الأبناء نفس المنطلق ده حماية الأسرة وحماية الأبناء اتكلم سيدة الرئيسة على أهمية توثيق الطلاق وقال إن الإجراء ده الهدف منه حماية وسلامة المجتمع والحفاظ على حقوق الناس خلينا معنا دلوقتي نتكلم في الموضوع ده معنا في الستوديو المستشار هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا والمحامية والمحكمة حاليا أهلا وسهلا بك مستشار أهلا وسهلا أهلا بحضرتك تفاصيل كده محتاجين نتكلم عليها توثيق الطلاق اللغبطة اللي موجودة الست المصرية إزاي تحس بالأمان الرجل المصري إزاي يبقى حاسس إن هو كمان مش مهضوم حقه الأطفال وهم الأهم إنهم يبقوا حاسين إن ليهم مكان عند الأب وعند الأم كل التفاصيل دي حارك تقول لنا بقى التعديل اللي حيحصل فيها إزاي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا عايز أبدأ كلامي بقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم لأن دايما الرجل لما بيطلق الزوجة أو بيحصل طلاق عشان يرجع يقول لا ده هي كتل السبب هي اللي كانت طلبة خلع هي اللي كانت طلبة طلاق لكن هو لما بيطلق أو بيحصل وقعة الطلاق في بعض الرجال بيطلقوا الولاد ويدخلون في المشكلة والسيدات تبدأ تعاند بالولاد إنت ما فيش رؤية مش هتشوفهم ليبقى مش دايما بقى مش دايما أنا قلت دايما أنا قلت البعض أنا قلت البعض فهو فعلا هو البعض بيعمل كده للأسف ودي دايما أنا بقول الاستثناء لازم أتكلم عنه عشان نتجنبه طبعا وبالفعل بنعمل أفويد لده في تعديلات يعني احنا مثلا عندنا قوانين بقى نمية سنة في قانون الأحوال الشخصية محتاجين تعديلات وكل وقت بنتطلب بالتعديلات حتى قانون واحد لسنة ألفين كتير ندنا بالتعديلات لمصلحة مش المرأة بس يعني سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسيو ده العصر الزهبي للمرأة الحقيقة فعلا قد إيه مهتمة بالمرأة بس هو مهتمة بالأسرة كلها ما هي المرأة هي الأسرة النهاردة احنا في عيد الأم فده عيد الأسرة فمعنى كده أن الأسرة يتم تعديل كيانها بالحقوق للمرأة وللرجل يبقى في الآخر هتعود على الطفل وده اختصاص محاكم الأسرة هي أول حاجة فيها المصلحة الفضلة للصغير فمعنى كده أن أنا بعمل كل الأتموسفير الصحي للطفل ده فمعنى كده برضه أن أنا لما بقول بنائش تعديلات جديدة بما فيها 182 مادة بالفعل تم منقشتها في المشروع الجديد اللي هيظهر وهيبقى يعني مولود جميل في خلال أيام إن شاء الله ده هيبقى فيه تعديلات للأسرة كلها للأب أولا هيبقى ما فيهش رؤية هيبقى فيه استضافة في بيته هنلغي موضوع أنه ما فيهش سلة رحم هيبقى فيه أنه ياخده يستضيفه في بيته بما بيت واستضافة لأنه فيه ما بيته وفيه استضافة في القانون الجديد ومتحددت ساعتها كمان بالفعل في المشروع الجديد فده موضوع مهم جدا الفرق بينهم أن المبيت أنه هو يقدر مثلا عنده عدد ساعات معينة من 8 إلى 12 ساعة في الأسبوع يستضيفه في بيته غير الرؤية لكن المبيت عليه مرتين في الشهر إنه هو يبات عنده وبعد كده ممكن يبقى فيه تقسيم للعطلات الرسمية أو كده بين الأب والأم فمعنى كده فيه فعلا تربية مشتركة وإحنا مع الموضوع ده جدا فده طبعا حاجة يعني كبيرة للطفل وللأب ده مربوط ده إيه؟ ده مربوط أولا أنه هو يكون بينفك عليه وده شرط من الشروط وده سؤال لحضرتك هيل فعلا ده مرتبط أنه هو يكون بينفك يعني الأب الممتنع عن النفقة بتاعة الأطفال هو مش هيشوفه الطفل وده أنا مش بقول فيه ناس تقولك لا ليه ليه نربو الدب ده؟ طب وانت ليه برضو ما تصرفش على ابنك؟ يعني انت ليه بتطالب أن انت تراعيه بس ما تصرفش عليه وانت في آخر بتصرف عليه حسب يسارك حسب لو إحنا في المحكمة القضي بيشوف إحنا بتشوف دخل إيه هو تحريات مباحث إثبات الدخل بكل طريق الإثبات بما فيهم التحقيق فكل الكلام ده انت في الآخر هتصرف حسب يسارك لكن انت تمنع عن الانفاق وتقولي أنا عايزي شارك في التربية طب التربية إيه؟ ما ده جزء من التربية فطبعا كل الكلام ده معالج فيه قانون الجديد طبعا موضوع أن برضو إلغاء الحبس في قائمة المنقلات وأنا معاها جدا ما بقاش فيه جنح التبديد قائمة منقلات يا مستشار ما تقوميش بينا من الولاد نروح للمنقلات خليكي معانا واحدة واحدة لسه عايزين نتكلم معانا ما هيديك جزء من القانون يعني بس ده جزء من التعدلات فعلا اللي موجود وده برضو حاجة إيجابية وده حيريح قطاع كبير جدا جدا والأب عشان دايما ما بنقولش أن احنا مع الأم فقط أو مع كده عدالة القضية كلها بالزبط مع الأسرة والطفل طبعا في الآخر موضوع طبعا خطاب بقى سيادة الرئيس مبارح ودي كانت مفاجأة يعني ما كانش لسه اتحطت لها الشكل القانوني أو كده موضوع توصيق الطلاق توصيق الطلاق ده كان حقيقي خطاب يعني قد إيه خلنا كلنا ننتعش من اللي بيحصل ومن المعروض ليه؟ لأن النهاردة لما السيدة تطلق غيابي أو أن هي يرمي عليها زوجها يمين الطلاق فهي في الآخر بتروح لما يحصل تصالح بينها وبين الزوج بقوا الزوج وزوجها مش عارفين هم دلوقتي متجاوزين ولا متطلقين فيروحوا دار القفطة وبالفعل يعني السيدة المفتي قال إيه؟ قال إن فعلا عندنا حالات حوالي 240 ألف حالة في الخمس سنوات أقر منهم حالتين فقط طلاق ليه؟ لأن فيه حاجات لحظة غضب فيقول لك لا ده مش محسوب أنت طالق في خناقة أو مثلا حاجة تانية تكون في نطاق القسم يقول لها لو رحتي بيت والدك أنت تعتبر يطالق ده مش طلاق ده يعتبر قسم ويعتبر ليه كفارة ثلاثة يام سيام فهو كل الكلام ده في الآخر قال إن اللي عايز يطلق هيروح على المأزون والمأزون هو لا يحدد والله يطلق واقع وقعد عليه فترة معينة أصبح طلق بائن إحنا عارفين الطلق البائن بعد ثلاث شهور بيبقى بائن يعني ما ينفعش حتى رجوع يعني حتى لو كانت أول طلقة ما ينفعش يرجعها بدين طلقها وغاب عنها ثلاث شهور فكل الكلام ده مين بيحدده يبقى تروح للمأزون بدين ما عايز تطلق تروح للمأزون ما فيش حاجة يسمع للمأزون وبعد كده تروح للمأزون أو تروح دار الإفتة قول يا طرح نواقع الطلاق ولا ما وقعش فالتوصيق طبعا مهم ويطلع تبع عليه حقوق مالية فطبعا الكلام ده بنسمعه في الميديا من سنين طويلة إنه حيحصل تعديلات في قانون الأحوال الشخصية والصحف كتبت والبرمج يتكلمت متى سيحدث هذا التغيير الرئيس يطالب والهيئات تجتمع وزير العدل عنده أكتر من مشروع قانون إيه اللي حيحيله لمجلس النواب ما هي أفضل صيغة يعني حنستقر الزوح رجب تقول إنه رجب كمان أيضا يعني من ضمن الخبراء في وزارة العدل بالزبط هقولها دات حاجة هو إحنا بقلنا كتير بالنادي بده وفيه مطالبات لكن إحنا النهاردة في أرض الواقع لأن بالفعل فيه مواد وفيه لجنة تم منعشة المواد وبالفعل المواد خرجت كمشروع موجود وهيكر في خلال أيام لإحنا في مرحلة جديدة تماما إحنا كنا بنحلم بيها زمان إحنا كنا قابل نادي بيها ومشاكل وبنتكلم في الأسرة وأنا كنت كقاضية أسرة ورئيسة نحكمة للأسرة يعني ما شفت الكلام ده وكنت حتى باخد التولز اللي أقدر حكم بيها كنت بدي أوقات يعني نفقة مثلا مؤقتة في نفس اليوم عشان ما نأخرش نفقة يعني لمدة أكتر لغاية إستدات وكده فدلوقتي بقيت مقرة أكتر يعني بقى لها مدة محددة لازم يتحكم بيها في النفقة فكل الكلام ده ما كانش موجود ده فعلا مشاكل بنواجهها دي حقيقة في كل القوانين اللي فات دي ما فيهم واحد لسنة ألفين حتى ترتيب الحضانة إن هو الأب يبقى في المرحلة الأخيرة بدأ يبقى في المرحلة على طول يعني الزوجة لما تتزوج بقيت الأم أم الأم أم الأب بقى الأب على طول كان قبل كده قبل الأب في الخيلة والعامة المشروع الجديد قال لها الأب على طول فطبعا كل ده ما كانش موجود ده كان حلم يعني كان الناس تقول مثلا أرامل الأرامل من الرجال كان يقولوا إحنا عاوزين طيب ليه لما يتوفى أو تتوفى الأم ليه تنتقل الحضانة للجدة طيب ما تنتقل لنا مباشرة يعني البيت يتخرب نهائي فدي يمكن ده ما تحطش في تعديل لسه بس على أقل التعديل تحطر للأب في المرحلة الرابعة ويمكن ده بطالب بيه الجديد لأرامل من الرجال إن هم يبقى في حالة الوفاة للأم تنتقل الحضانة مباشرة للأب مدام في حالة الوفاة فقط مش في الطلاق ليه؟ عشان البيت ما يتخربش تماما يعني مش الأم ماتت والأب كمان يتخذ ابنه منه فالبيت يتخرب يروح للجدة مين الأولى؟ يعني الجدة في حالة الوفاة ولا الأب؟ جب كل دي تعديلات خلينا على أرض الواقع إمتى هتصدر؟ في خلال أيام دي في خلال أيام خلاص ده ده كلام نهائي أكره بالفعل البرلمان المشروع خلاص اتقدم وتوافق عليه سيادة الرئيس الجمهورية يعني مش عارفين نقول إيه بصراحة على اللي بيحصل بس حاجة رائعة لأنه خلاص الموضوع تم إكراره بالفعل أنا مش بتكلم في الحلم بتاع زمان واللي احنا بنحلم بيه والطلبات اللي هي ياريت يحصل والكلام بلا بالفعل الموضوع ده تم إكراره في خلال أيام مش في خلال شهور في خلال أيام هيطلع القانون للنور فطبعا ده هيبقى حاجة يعني خطوة كبيرة جدا وعلى فكرة وهنمضل برضو لسه فيه مطلبات وهتبقى فيه مشاكل من نوع آخر يعني ما فيش حاجة بتنتهي لأن دايما الناس مش راضية بنسبة تنيون في المية هو تم إكراره في لجنة الخبراء في وزارة العدل وما زال مشروع للقانون الأسدزة في الإعداد بيقولولي وحيروح للبرلمان يتعمل عليه حوار مجتمعي ولكن في الخطوات النهائية يعني يمكن قول خلال شهور يعني أنا أتوقع أنه في خلال مدة أقل بكتير تمام صندوق الزواج أثار جدل كتير قوي في الفترة اللي فاتت والسوشال ميديا قعدوا يتكلموا كتير قوي علي هل صندوق الزواج فعلا ممكن يعتبر داعم للأرمالة والأطفال لمن لم يعني ما عندهمش حد ينفق عليهم طبيعي طبعا موضوع الصندوق بتاع رعاية الأسرة ده موضوع يمكن هو كان موجود برضو قبل كده ولكن تم عليه بعض التعادلات الكتير اللي موجودة واحنا بنكرها إن هو يبقى فيه مبالغ معينة بتتحط بتبقى مبالغ رمزية لأن فيه إشاعات طبعا تقولك إحنا بقى كل واحد يروح يتجوز يدفع كمان مبلغ معرفش كمنا أو مش مبلغ ولا حاجة بتدفع 50 جنيه معرفش في إيه لما بتعمل حاجة معينة و20 جنيه من وإنت بتدفع ضريبة معينة يعني هي مبالغ رمزية جدا مش 100 جنيه حتى عشان نسط يعني الحقيقة قالوا نسب بقى من المهر والمؤخر والكلام ده إلا ده مش موجود خالص هي نسم بتتحط في الصندوق لإيه للحالات الاسنائية حالة مثلا طلاق ومفيش دخل يبقى منه حالة كارد اتاخد على حساب الزوج فيتسدد فكل الكلام ده أصبح موجود وليه مرأبة من نجهة معينة فطبعا كل الكلام ده أمان للأسرة كلها برضو للأطفال وللمرأة في حالة اللي هي المرأة الأرمالة المرأة في حالة الطلاق للأطفال اللي هما المصاري في مدارسهم هنلاقي النهارده واحد تم الطلاق أو ظروفه لا تسمح ومفوش دخل فعلا ومفوش دخل حقيقي هنلاقي اللي هي خلاص تقعد من المدارس ولا تقعد منتظرة إيه فطبعا كل الكلام ده يعني أنا شايفة برضو إن ده من الحاجات هنتكلم في المدارس في مختلف يعني مختلف مستوات لأن احنا طبعا عندنا المدارس الحكومية بالمجان كاملة لكن هنتكلم في المتوفر لهم نوع مختلف من التعليم بالفلوس بالصبت حتى على فكرة اللي في المدارس اللي هو بيبقوا محتاجين إن هم أدوات معينة للدراسة محتاجين مواصلات محتاجين كتب محتاجين يعني حاجات كتيرة حاجات للرسيرش عندهم أبحاث برضو عندهم حاجات طولز كتير بيستعملوها فمحتاجين مصاريف أكيد كلام ساترا يستقطع أيضا مع عدد من الحاجات اللي ربما تدخل كمشاريع قوانين يعني مثلا زي ضرورة المساواة ما بين الرجل والمرأة في الحصول على الوظائف ضرورة القصة بتاعة عادة كبير من الأشياء ربما أتكلم عنها الرئيس مبارح في خطابه يوم أمس باعتقدك ده مرضو ممكن يخش كتشعات قصة مجالس الإدارات إن هي تبقى لازم عضو في مجالس الإدارات ممكن برضو ده يخش إزاي كمشروع قانون أو يناقش برضو تشريعيا والحقيقة ده بقى مش مشروع قانون هي بالفعل إحنا المرحلة اللي فاتت السنوات الماضية شهدت يعني تطور كبير قوي في موضوع تولي المرأة مراكز قيادية يعني أنا يمكن أنا لما تعينت زمان في القضاء أنا كنت 12 قضاء فقط أنا كنت من 12 قضاء دمنا نظومة القضاء كله أو محكمة الأسرة لا لا كله أنا مسكت رئيسة محكمة جناية الأحداث ورئيسة محكمة مدني لمدة كبيرة ورئيسة محكمة جناح مستأنف ورئيسة محكمة أسرة فطبعا كل الكلام ده يمكن كنا عددنا ما فيش بسيط جدا كنا يعني 30 واحدة وإحنا الـ 12 اللي بعدهم دلوقتي العدد كبر وبعدين دخلت المرأة وتولت قاضية في مجلس الدولة ودي حاجة جديدة فكل ده في عصر سيادة الرئيس الحقيقة المرأة شهدت إن هي بقت وزيرة بقت محافظة بقت قاضية بحجم كبير دخلت قضاء مجلس الدولة اللي كنت بتحلم به فهو يعني تحققت أحلام كتيرة للأسرة وللمرأة وطبعا أنا برضو سعيدة الحوار ده النهاردة في يوم عيد الأم يعني وبقول لكل أم مصري كورسانتي طيبة والحمد لله نحن في العصر ده ويا رب يكمل بس يعني اللي بيحصل للنهاية إن شاء الله دايما إن شاء الله هيكون اللي جاي أحسن خلينا نقول إن أكيد في ناس أو أكيد مر عليك قضايا شديدة الصعوبة أو غريبة ممكن تكون بسبب عدم توطيق الطلاق بسبب عدم الاتفاق بين الزوج والزوجة قولنا كده أبرز الحاجات اللي هتحسي إن القوانين الجديدة فعلا هتعيد الأمور لنصابها عند الزوجة وعند الزوج وعند الأطفال هقولنا حدودك حاجة هريتي في نقطة يمكن أنا ما كنتش عارف حتى إيه الموضوع نحن نتكلم فيه بس الموضوع ده على فكرة عامل أزمة ويمكن أنا في أرض الواقع كمان من خلال القضايا اللي بشوفها بقى دلوقتي مع الناد بعد المنصة يعني دلوقتي أنا بقيت في الناس عندي يمكن مشكلة كبيرة جدا لزوجة رجل أعمال كبير مش هقول اسمه لكن مشكلة لا لا من غير سامي زوجة رجل أعمال كبير تعرضت لده قريب إن هي علشان مراس معين تم تطلقها قبل ما يتوفى بشهرين وهي مش عايزة حدد برضو ابن ولا بنت عشان ما يبانش هو مين فالقصة كلها إن هي بقى في طلاق هي مش عارفة طلقت إمتى فالطلاق الغيابي دي مشكلة كبيرة ليه؟ لأن في إرادة لازم أشوف إرادة الزوج إرادة حرة ولا لا النهاردة بقى لما نقولها كقعدة عامة المرأة زي ما تزوجت بوالي عن المأزون تطلع عنها وشهود ومأزون من حق أن هي تحضر وقعة الطلاق تقدر تدافع عن نفسها جايز فيه رجوع جايز المأزون يحاول يوفق بينهم يبقى فيه شهود شايفين إرادة الأب كان إيه؟ أو الزوج هو الأساس اللي حيتم على أساسه ووضع الأمور في نصابها كل شكرا لكي المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا نورتين أهلا وسلم شكرا جزيلا الفضالي